في غرار أو صدر بيان من مجلس الوزراء وهذا أمر طبيعي اليوم نحن دولة حرة ذات سيادة هل نؤيدنا لاعب يلعب تحت أولمبي؟ طيب ليش رحتوا وشجعتوهم؟ اسمح لي اسمح لي نحن هذا مبدأ حكومي سليم وفي غرار من مجلس إدارة الهيئة بعدم دعم أي لاعب في الأولمبياد نحن طبعا دعمناهم لي قبل الأولمبياد بيوم رتبت مع النادي أن يبقوا هذين يظلون لاعبيننا وعندهم مشاركات يجب أنت كنادي أيضا عليك دور لإحتواء هؤلاء اللاعبين فالنادي وفر لهم أثناء البطولة كل المستلزمات خصوصا عندهم تدريبات الفشق هذا أيضا لمبالغ كبيرة النادي وفر هذه المبالغ أعطى اللاعبين مكافآت مالية يعني غيمة ربما تتجاوزة 6 ألاف دينار مكافأة اعتبرها مكافأة وشاركوا اللاعبين اليوم أنا بس لك سؤال فهيد الدحاني للمفاز ورغم أنه تحت العلم لأولمبي كويتي أمو كويتي كويتي أكيد وفرحاني في الكويت أمو فرحاني في الكويت طيب ليش التصريحات هل من المطلوب مني هل من المطلوب مني لأنه في غرار سياسي أنه ما يشارك أنه أيضا حرمة من معسكراته وحرمة من كل شيء لا بس في شيء هنا لازم نوضحه أنه تصريح وزير وزير الدولة شؤون الشباب ورياضة الأستاذ الشيخ الشيخ سلمان الحمود مشاركة الرياضيين في أولمبيات ريو دي جينيرو دون دعم حكومي هنا التصريح أيضا لن ندعم أي مشاركة في الأولمبيات إلا بعلم الكويت طيب الحكومة حضرتك تقول أنت دعمتوهم دعمناهم ليوم البطولة ليوم البطولة أثناء البطولة ناديهم دعمهم ناديهم قام بالواجب بزادة وأنا هذه معلومات يعني يمكن تقدرون يعني تستضيفون الأخ الدعيج العتيبي ويقولكم كل التفاصيل